أفضل الأعمال الصلاة على محمد وعالي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين والطاهرين بمناسبة عيد الفتر المبارك نقدم أسماء آيات التبريك لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه ولمراجعنا العظام وللمؤمنين والمسلمين بكل مكان والعيد مناسبة من المناسبات الدينية وأيامه من أيام الله واليوم نتحدث عن شيئين الشيء الأول هو فلسفة المناسبات بشكل عام المناسبات الإسلامية وشيء ثاني خصوص الاحتفال أو فلسفة الاحتفال بالعيد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغرض الهداية لغرض التكامل لغرض الارتقاء وكل المناسبات سواء كانت مناسبات الحزن أو مناسبات الفرح بل كل الأحداث التي يمر بها المسلم بشكل عام والمؤمن بشكل خاص هي تصب بهذا الاتجاه وعليه نلاحظ مثلا كمثال عشناه قبل أيام كان هناك كسوف الشمس وكسوف الشمس وظاهرة طبيعية ولاحظت يعني حجم الاهتمام العالمي والإعلامي بهذه المناسبة واللي ما استغرقت إلا دقيقة وحوالي مانا وعشرين ثانية يعني مكسوم دقيقة ونص بحيث أنه مثلا منطقة نياغارا يجيها مليون واحد في ذلك اليوم فقط حتى يشوفون هذه المناسبة وتلاحظون العالم محتفل بشتى أنواع الاحتفالات ابتداء من دقة طبول إلى شرب الخمور إلى الملذات إلى آخرين ولكن احتفال احتفال المؤمنين كيف يكون لو لاحظتوا الدعاء الإمام زين العابدين صلى الله عليه والسلام عليه في هذه المناسبة يعني عنده حدوث الكسوف والخسوف تلاحظ أنه مكون من جزئين جزء الأول هو استغفار وجزء الثاني هو استذكار وكأنما يريد أن يقول الإمام أن هذه المناسبة هي مناسبة عندما تلاحظ من الناحية الطبيعية الفيزيوية هي عبارة عن وقوع الشمس وقوع القمر بين الشمس والأرض يحجي بالشمس ولكن هذا الحدث اللي منكم يعني تابعة بل نقول لابد أن يستشعر أنه هذا النظام الكوني اللي إحنا قايمين عليه ومعتادين عليه ممكن في لحظات أن يتغير وبتغير بحيث تلاحظ أنت تلاحظ أنت هي كله عبارة عن يعني 88 ثانية تلاحظ شون أن يتحرك سرعة الحركة فالله سبحانه وتعالى القادر على أن يقلب الكون قادر على أن يخلق ويقلب الكون في ذلك تلاحظ أنه دعاء الإمام زين العابدين كان ما بين الاستغفار باعتبار أنه نحن نعيش لحظات تغيير وهذه لحظات التغيير بالمناسبة نعيش نحن بمختلف مناسبات حياتنا ما بين النوم والصحوة الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيرسل التي قضى عليها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل للأخرى ما معناه إذن نحن نعيش هذا يوميا وعند طراق الدنيا وعند القيامة وعند وعند إلى آخرها من المحطات بس كل المحطات تستوجب الاستغفار فإذن بدأ الإمام بالاستغفار ثم الاستذكار استذكار يوم القيامة هذا الحدث ومشابه لما يمكن أن يحدث يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذا الوصف من أوصاف يوم القيامة فإذن هذا اللي صار تبدلت بحيث أن قسم من الأخوة كانوا صايمين صوروا أنه لازم يفطرون مثلا باعتبار أنه صار لين يعني بحساس فإذن أقول هذه المناسبة اللي هي مناسبة طبيعية الإسلام من سواها شون تحتفل بيها شون تستذكرها ما بين دعاء وما بين صلاة وصلاة هي صلاة الآيات فإذن هذه المناسبة مثال من المناسبات الإسلامية المناسبة اللي إحنا بيها الآن مناسبة العيد أيضا هي مناسبة رغم أنه هي مناسبة تأتي بعد الصيام ولكنها مناسبة أيضا للاستغفار والاستذكار فإذن إذا نرجع على كلمة العيد يعني نحكي بالخصوص على هذه المناسبة العيد مشتق من العود أي أنه يعود كل سنة كل مناسبة من الأمثلة التاريخية هل أنه العيد المسلمين هم اكتشفوه يعني هم سووه لا موجود بالأمم الأخرى مثال في موضوع التحدي اللي صار ما بين نبي الله موسى على رسولنا وعليه السلام وما بين فرعون فشنو كان التحدي فلنأتينك بسحر مثله بالقرآن يقول فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى على موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس وضحى فإذا كان عدهم فرد يوم يحتفلون به اليوم الزينة فهذه المناسبة أيضا في العقيدة النصرانية أيضا في موضوع المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين بالمناسبة هذه الحقيقة الآية تحتاج وقوف عندها وقوف طويل وشون طريقة فهم الحواريين لموضوع الدين وموضوع الهذي وشون صحح نبي الله عيسى للحواريين موضوع العقيدة نحتاج نوقف في مرة أخرى إن شاء الله ولكن دعنا نستمر وياها قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا أن قد صدقتنا هذا نحكي الحواريين بالمناسبة ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا المرة بالنص عيدا اللي هو اللي عيد اللي مرينا به أيضا بنهاية شهر الثالث وبداية شهر الرابع يعني الإستر ما لته تكون لنا عيدا ولأولنا وآخرا وآية منك وارزقنا وانت خير ورازقيا قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إذن مفهوم العيد موجود مفهوم العيد موجود بالأمم السابقة الآن عند أهل البيت هذا المفهوم مثل ما قلنا كل المناسبات الدينية هي مناسبات للارتقاء استذكار استغفار ارتقاء هذا هو الخط لأن حتى القرآن هو كتاب هداية بالدرجة الأولى فإذن الإسلام ينظر إلى العيد نظرة متميزة على أنه فرصة للاجتماع الإيماني الكبير بهدف إحياء السنن وذكر الله والتوجه إليه والابتهال والدعاء في ذلك إذا تلاحظون بالدعاء نقول اللهم أننا نسيرك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وعاله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تدخلني في كل خير عيد الفطر عيد الفطر هو يوم المغفرة الإلهية تلاحظون أنه من الليالي التي نغفل عنها بالحقيقة إن شاء الله الله يمكننا من أنه يوصلنا إلى شهر رمضان بالسنة القادمة ويجعلنا ننتبه إلى هذه الليلة وهي ليلة الفطر آخر آخر يوم من أيام شهر رمضان بالليلة صير ليلة الفطر ومن نعم هذه السنة كانت هذه الليلة واضحة عندنا يعني مرات تصير شك وإلى أن يجينا الخبر بدعش بالليل بدعش بالليل ما عرف شوكت لكن هالسنة كانت كلش واضحة وكانت موحدة عند الجميع كل كل المراجع فهذه الليلة عن المعصوم عليه السلام ورد أنه الله سبحانه وتعالى يعتق في هذه الليلة ليلة الفطر من الرقاب المؤمنين بقدر ما يعتق في كل شهر رمضان بضمنه ليلة القدر فالأحظوش قد عظيمة هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحرص ويوصي المؤمنين على أنه يحيون هذه الليلة نحن دورات يعني نغفل عنها ونقول ها خلي ننام من وقت لأنه ورانا باشر قاعدة مثلا لروح للصلاة العيد لا هذه الليلة جدا مهمة ومن أفضل أعمال هذه الليلة أفضل أعمالها الصلاة على محمد وآله محمد سنت أبو عباس رفع الصوت بالصلاة على محمد وعلى محمد وزيل النفاق من القلب طبعا منذكرنا اثنين بعد على حب أمير المؤمنين الثالثة أغفر الله لكم إذا احنا ما طلعنا من جلستنا كلها وشهر رمضان كله إلا بهت للصلاوات احنا رابحين إن شاء الله فرسول الله صلى الله عليه وعلى كان يحرص على أحياء أربع ليالي إن شاء الله إحنا مينوات نستذكر ليلة الفطر ليلة الأضحى وليلة القدر وليلة النصف من شعبان ليلة الليالي إن شاء الله نذكر أنه نحييه على كل فأقول ليلة الفطر هل قد مهمة فكيف بيوم الفطر يوم الفطر فديوم عظيم طبعا عيد بالمناسبة هو كلمة العيد يعني يوم الجوائز اللي الله سبحانه تعالى تعالوا يا مؤمنين اللي أنت صمت شهر رمضان وقمت لياليه وختمت القرآن وقريته وإلى آخره وامتنعت عن كثير من الأشياء اللي تحب أنفسكم هذه الجوائز أفضل الجوائز طبعا هي العطق من النار يعني حتى بالدعاء ما الإمام زين العابدين اللي في دعاء أبو حمزة قل اللهم أنا أسألك ما أن أعطيتنيه لا يضرني ما منعتني وأن منعتنيه ما معناه لا يفيدني ما أعطيتني اللي هو شنو العطق من النار لأنه هذا هو الهدف الكبير هذا هو الغاية كل العذابات والمعاناة سواء في الدنيا أو في البرزخ أو حتى هو اليوم قيامة هون عندما يمكننا الله عز وجل بشفاعة رسول الله وآله وخصوصا أمير المؤمنين قسيم النار والجنة أنه نعبر الصراط نروح ديش الصفحة هناك ديش الصفحة بعض غير شكل يصير الحج فإذا نقول أنه العلامة المجلسية يقول فإذا صارت ليلة الفطر وتسمى ليلة منحة جوائز وكافئ الله تعالى العاملين في هذا الشهر المبارك بلا حساب عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كانت صبيحة يوم الفطر نادى مناد أن أغدو إلى جوائزكم أما من لم يغفر له فأنا له أن يفرح ويمرح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته المعروفة التي أدلى بها في الجمعة التي سبقت شهر رمضان اللي هي الجمعة آخر جمعة بشهر شعبان فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم إذن فمن لم يغفر له ولم يستلم الجائزة فكيف يفرح الحقيقة مع الأسف كثير من الأشياء تحدث ابتداء من المتكلم أثناء العيد قسم من عدها ما تتلاء أموية قدسية العيد وأهمية العيد ووعي العيد أنواع من الاحتفالات أنواع من كذا قسم من عدها يعني ما مقرر شرعا طبعا أنا سمعت فرد محاضرة حقيقة ما أتمنى أنه ما تنطبق هنا يعني بس على كل المحاضرة من شيخ علي البيابي وشيخ من القطيف هو ولا تحبون تسمعوها موجودة المحاضرة في ليلة يعني محاضرة ليلة يوم الثلاثين من شهر رمضان يعني ليلة الفطر يتكلم على فرد موضوع كن واحدهم ينتبه له يتكلم على موضوع يقول وحده من المسائل طبعا هذا الشيخ عنده 30 محاضرة وكلهم حقيقة محاضرات تستحق أن واحد يقف عندها يعني أخذ حوالي 15 يوم في يشرح الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تدعي من الإذا ليلة كاملة يشرح بس الإذا هذه سألك وشنو أنواع السؤال وعبادي ومعنى عبادي وهكذا على كل آخر ليلة أتكلم عن وحدة من المظاهر اللي ممكن قلنا ما تصير هنا بس الجوز تصير في في بلداننا وهي موضوع الاختلاط وآداب الاختلاط رغم أنه تكلم عن الاختلاط بالعيد يعني أقصد الاختلاط بين الأفراد العائلة يعني اللي هو ما محرم وأحنا هذه مبتلين بيها هنا يتكلم عن ثلاث أنواع من من الأشياء أو الامتحانات أو الابتلاءات اللي هو واحد من عدها المصافحة واحد من عدها المفاكهة واحد من عدها هو الحديث الذي لا يجب أن يكون بين أجنبي وأجنبية يعني أجنبي يقصد أجنبي من التعبير الشرعي على كل طبعا هذا اللي نتكلم قلنا هناك كثير من الأشياء اللي يصير واحتفالات وأغاني ومعرف إيش وكذا وكأن شهر رمضان والعيد هي مناسبة للعصيان وليست مناسبة للطعام فإذن سؤال كيف كان أئمة أهل البيت في مناسبة العيد يتصرفون عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يحيي ليلة عيد الفطر بصلاة حتى يصبح ويبيت ليلة الفطر في المسجد ويقول يا بني هذا الكلام إمام زي العابدين للإمام الباقر يا بني ما هي وما هي دون ليلة يعني ليلة القدر يعني ليلة الفطر ليست دون ليلة القدر بالأجر كنا الكلام اللي قلناه قال رسول الله صلى الله عليه وعلي من أحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يموت قلبه قلبه إن شاء الله نستذكر هذا الكلام للسنين الجاية الآن آخر شي نختم به مريد ينطيل عليكم هو جزء من خطبة أمير المؤمنين في عيد الفطر عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الفطر فقال أيها الناس إن يومكم هذا إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المسيئون وهو أشبه لاحظوا المعنى اللي قلنا أنه عادة في المناسبات هذه نستذكر القيامة نستذكر خروجنا الكلام استذكار القيامة ليست مناسبة للحزن كثير من الناس يتشائمون وهذه لا هي بالحقيقة هي بالحقيقة إقرار عقائدي أولا وثانيا تحضير لهذه هذه الكنوز وشاف الله يشيل هذي وحط هذي وحط هذي لنصار الصبح ومشايل فهذه أحنا الله سبحانه وتعالى نطعنا فرصة هذه الحياة وهذا العمر وهذه الصحة وهذه الأموال وهذول الأولاد كل النعم أشكال النعم تدعم من نعمة الأولى نعمة الإيجاد نعمة الخلق طانياها وهذا السباق لمثل هذا فليعمل العاملون أمير المؤمنين من الضرب قال فزت ورب الكعبة لمثل هذا فليعمل العاملون فإذن هذا السباق بالنهاية كله نريد أنه نعبر هذه الفترة التي لا تقاس سواء نعيم الآخرة إن شاء الله أو نستجير بالله عذاب النار لا تقاس بشيء نريد نستزيد إذلك أمير المؤمنين يقول أن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المسيئون وهو أشبه يوم بيوم قيامتكم فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم واذكروا بوقوفكم في مصلاكم ووقوفكم بين يدي ربكم واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو في النار استجر بالله واعلموا عباد الله أن أدنى ما للصائمين أدنى ما للصائمين والصائمات أدنى شيء لاحظوا هذه فالنقطة جدا مهمة أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان أن يبشروا عباد الله فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون لاحد يستغرب ترى من هذا هذا كلام هذا كلام هذا مو عود في الهواء هذا كلام مضبوط من أمير المؤمنين يعني إن شاء الله نكون إحنا من المشمولين به جميعا وأحبابنا وأهلنا وفي كل مكان إن شاء الله نكون مشمولين به لأنه الصائم أجر على الله واللي أجر على الله ماكو حساب مريم إن كانت موجودة في محرابها ويجيها زكريا ويقعدها رزق كثير وفي غير موسمة يقولها أن لك هذا تقول إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب الصائم والصابر الله سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم بغير حساب نسأل الله أن يجعلنا ممن تقبلت أعمالهم وأن يرزقنا العود في شهر رمضان القادم والاستزادة من الخيرات إن شاء الله ونسأل الله أنه يرحم أموات المؤمنين والمؤمنات وخصوصا العلوية أم علي أم أخينا أبي حسن قزاز وأبو أحمد أحمد القزاز العلوية كريمة السيد محمد باقر الحيدري التي وفاها الأجل اليوم إلى روحها وارواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر